آية كلما قرأتها وتدبرتها وكررتها ارتاح قلبك واطمأنت نفسك قال الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله بصير بك يعلم حالك يعلم ماذا تريد المطلوب منك أن تتوجه إلى الله وتسلم أمرك إلى الله وتدعو الله وتلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء فالله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء إذا تكالبت عليك الهموم والقروب لا تشكو همك للناس بل يشكو همك إلى الله سبحانه وتعالى فالله بصير بك وكرر هذه الآية وقل وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله فالله سبحانه وتعالى راح يعطيك ما يصرك ويسعدك ترجمة نانسي قنقر